طبعا قبل اي كلام قبل اي حاجة الف الف مبروك لنا. و الف الف مبروك لكل الناس اللي حاولت انها كلها توقف مع بعض كده عشان يحاولوا يقعونا بس هم منقومش اي هدف تاني. وحاولوا ايش ماتوا فينا. وهو حاولوا وحاولوا وحاولوا. فالف الف مبروك لكم برضو يا جماعة اللي انتو خدتوه على يعني الصدمة يعني. والف سلام عليكم كلكم وان شاء الله تقومونا بالسلامة. انا بالنسبة لي بما اننا بقى خلاص كسبنا وفوقنا نبطي نركز على حاجة مهمة وهي فقرة تصريحات ملهاش داعي فتعالى امسك السلك العريان. نمشيها السلك العريان عشان وعشان حاجات كتير ممكن نقدر الله ناخد بان ولا حاجة. انا بالنسبة لي اول واحد لازم ابتدي به هو الرجل المحترم اللي على حد كلامه كان جاي من المانيا لحد المغرب عشان يشجع الوداد. بعيدا عن اللقطة اللي الناس كلها اتكلمت عليها اللي هو الهتافات بتاعته وما فيش حكام وداد اربعة سفر والكلام ده. انا لو جربت مسلا اعمل شفت كارير وجربت ان انا اشتغل حاجة اسمها هتاف ريفيور زي الفود ريفيور كده اللي هو ده مش جوسي مسلا ما اقدله ستة من عشر وبتاع. انا هتديك اتنين تلاتة من عشر في الهتافات لان بصراحة تلحين وهتاف زي الفل جميل مش لايق على بعض ومانوش اي علاقة ببعضو. بس خلينا نديك العشرة كاملة برضو ونجرب نقول نشوف مسلا انت ممكن توصل لحد فين. بعيدا عن اللقطة دي زي ما قلت لك تعالى صديقي نتكلم في كلمة انت قلتها لما سألوك انت ليه اصلا جاي تشجع الوداد. فخلينا نشوف الفيديو ده وبعدين نرجع تاني. والانتحاد الافريقي كله كله دايما ناحية الاهلي وبيدين له الماتشات السهلة. الاهلي قاعد ستة عشر سنة كاملة. دور التمانية يلعب ماتش العودة في القاهرة. الاهلي بالواسطة بتاعته. والاسف بالاسليب الغير نظيفة هو اللي كسب البوتولات كلها. وفي مصر نفس الوضع. عشان كده احنا مع المظلومين. مع الوداد. الوداد اللي تظلم قدام الترجي. ربنا هينصره. ربنا هينصره قدام الاهلي. اربعة سفر ان شاء الله. طيب هو هنا بيتكلم في نقطة مهمة وهي ان الوداد اخواتهم في الظلم وان هما مظلومين بقى لهم كم سنة? والاهلي قاعد ستتاشر او سبعتاشر سنة بيلعب ماتش العودة في دور التمانية على ارضه كتطبيل من الكاف والكلام ده. المعلومة اللي ما يعرفهاش الاستاذ الفاضل اللي جاي يضارب مشوار من المانيا ان الحد سنة الفين وستاشر اساسا ما كانش فيه رايح جاي في دور التمانية كان مجموعات لسه. يعني المجموعات كانت دور التمانية ما كانتش دور الستاشر وكان اللي بيتاهل لدور الاربعة اللي بيتاهل اول مجموعة بيلعب ماتش العودة على ارضه واللي بيتاهل تاني مجموعة بيلعب اول ماتش في دور الاربعة برا ارضه. فالموضوع ما كانش علاقة بالكاف لا في دور التمانية ولا حتى لو كان قصدك دول الاربعة فهو دول الاربعة. ودي خصة انا متأكد ان انت يعني معلوماتك في ها على قدك شوية انت بس حاسس بالظلم والكلام ده اللي هو الروح الحلوة اللي انتو بتحب وتعوشوها كلكم كده مع بعض. وتعدوا تقولوا قد احنا مظلمين وتعدوا تعياته كله جنب بعض والحاجات دي. بس الراجل درب مشوار مخصوص من المانيا عشان يحتفل اللي هو حقه. يعني في المطلق حق اي حد يشجع اي حد هو حر ما عنديش فيها مشكلة. بعيدا عن ان انتو لفتوا على حجر القارة كلها برضو في محاولة باقسة ان انتو قال يعني تفرحوا فينا ومعرفتوش. بس يعني حقك حقك انك تحاول تفرح بحكم ان انت نديك نادي كله خواجات اه ناس يعني محترفين من برا وكده بس برضو ما بيعملوش حاجة. وبرضو على طول مناكد عليك فحقك تدور على الفرحة في اي حتة تانية. بس النقطة الجميلة بالنسبة لي بقى كان فيديو تاني هوريهلكو برضو لما لعيبة الاهلي قابلت نفس الراجل المحترم ده في المطار وهم راجعين. فهوريكو لعيبة الاهلي عملت مع اي. انت زعلان ليه طيب ما انت رقصت قبل المطش بالعالم وعدت تقول وداد ومفيش حكام والرجالة بترقص بعد المطش بالكاس وبتحتفل بالكاس محدش كلمك وعملت زعق وتشتم في شوبر وتقولش هتامني قو بتاع. انا بس جاي اعتزل لك على نقطة واحد. على اكاونتي الشخصي على الفيسبوك وده حاجة برايفت يعني مش مش زي هنا. انا كتبت عنك معلومة غلط بصراحة. وقلت ان في واحد هيسافر دلوقتي من مطار كازابلانكا لحد مطار برلين عياط. والمسافة بالطيارة خمس ساعات ونص. لحد اما اكتشفت نقطة مهمة جدا انك مش هتسافر من كازابلانكا لمطار برلين. لو مسافر هتسافر من مطار كازابلانكا لمطار بون في المانيا. ودي مسافة حوالي تلت ساعات ربعة. مصطفى الهادية جيت في التسعينات المانيا بعد السنوية عامة من الكاهرة. جيت زي شباب كتير قوي هنا يجيين يدرسه. وبعد الدراسة عملت في المجيستير وبعمل الدكتوراه جنب الشغل بتاعي اللي هو نقلت منه من العلوم السياسية. ومجال ابحاث في الجامعة والتدريس لمجال الطحية. كنت مرة. قدرش مش قلتلك هجيبك والله العظيم ما يحلك.